مساء الخير مشاهدينا في بيت للكل من استيديوهات التلفزيون الأردني الأردن الحالة الاستثنائية أمام العالم أجمع بما قدمه تاريخيا للقضية الفلسطينية وللوقت الحالي فيما يجري على أرض غزة من ناحية الجهد السياسي الجهد الدبلوماسي وكذلك الجهد والإسناد الإنساني والطبي لما يقدم لأهلنا وأشقائنا سواء كان في فلسطين أو في غزة الأردن أمام العالم أجمع كان الحالة الاستثناء الذي استطاع أن يكون الأول في كسر الحصار على أرض غزة من خلال إصرار الأردن بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني أن يكون هناك استمرار للمستشفيات الأردنية في قطاع غزة حول هذا الجهد والإسناد الطبي الذي يلازمه البعد الإنساني فاسمحوا لنا أن نرحب باستيديو بيت للكل بيئة العميد الطبيب عصر الهروط أهلا وسهلا فيك يا باشا أسعد الله مسائك وشكرا عن الاستضافة وشكرا لبرنامج بيت للكل ودمتم بخير وسلام إن شاء الله أهلا ومرحبا بك باشا ضروري جدا نتحدث وأنت مشرف حضرتك على الإسناد الطبي لمستشفياتنا في غزة ومطلع على واقع الحال الصحي المأساوي لأهلنا هناك كيف هو الحال إلى هذه اللحظة؟ الجميع يتابع ويشاهد الوضع الصحي المأساوي الذي يمر فيه الأهل في قطاع غزة حقيقة أغلب المستشفيات العاملة في قطاع غزة جميعنا يعلم بأنه خرجت عن العمل بسبب ظروف للقصف ظروف للعنف المستخدم فالوضع الصحي للأمانة سيء جدا المواطنين وأهلنا يتعرضوا إلى أنواع شديدة من العقاب الجماعي جروح غائرة جدا إصابات بليغة جدا حقيقة ما يتعرض إليه يعني إشي يدمي القلب الأمانة ويعني يترك غصة في القلب الجميع يعلم أنه يعني المستشفيات الرئيسية هي بالضرورة وجدت من أجل تقديم الإسعاف الطبي العناية بالإصابات لكن أنها تخرج عن العمل فهذا يعني يزيد الأمور صعوبة ويزيد الأمور يعني مشقع على الأهل والأهلنا في غزة فهي يعني إحنا نقول الله يكون في عونهم ووضعهم صعب جدا يعني مستشفيات خارج عن العمل أكسوجين مواد تزويدية ضرورية لإدامة عمل مستشفيات كلها خرجت عن العمل فالوضع حقيقة مأساوي ندعو لهم إن شاء الله الله يعني يخفف عنهم مصابهم والله يهونها عليهم إن شاء الله آمين يا رب آمين نسأل الله لهم الشفاء يعني باشا حتى يعني حتى في أخبار اليوم حتى هذه اللحظة حشر آلاف مصاب في السرطان تعالجهم المستشفيات وكان هناك استقبال من مركز الحسين لأسرطان لدينا في عمان لا استقبال هؤلاء باشا الآن الأردن ليس منا ووقوفنا إلى جانب إخواننا الفلسطينيين هذا واجبنا كما قال جلالة الملك لكن هذا يتطلب جهد كبير جدا المشاهد والعالم يشاهد الإنزالات اللي عم بتسير لإدامة عمل المستشفى يشاهد عمل المستشفيات الأردنية الموجودة في غزة لكن خلف ذلك جهد كبير جدا سأترك الوقت لحضرتك حتى نتحدث عن يعني الإشراف على هذه المستشفيات التجهيزات الطبية عملية الإسناد أيضا كيف بتم وما إلى ذلك أنتم أدرى بها مثل ما تكرمت حضرتك يعني للوهل الأولى أو المشاهد الأولى يعني المواطن أو الإنسان التيادي يعني عندما ينظر ما يتم نقلوا من المستشفيات يعني يعتبر أنه الأمر هين وبسيط جدا لكن الحقيقة يعني اللي نعرفها إحنا ونعاني منها أنه هذا جهد طبي يعني يحتاج إلى خلايا عمل وإلى منظومة عمل متناسقة عندما يتم إرسال أي مستشفى ميداني نأخذ مع عين الاعتبار القوى البشرية الأمور التزويدية بالإضافة للأجهزة الطبية المعدات العدد الجراحية برضو أن نأخذ بعين الاعتبار أمور الخدماتية أمور السكن أمور منامي للمرتبات فهذا يعني يتطلب جهد إضافي وحقيقة أنا ما أبالغ يعني إذا قلت أنه في بعض يعني الخلايا يستمر عملها ويواصلوا الليل بالنهار من أجل أن يجهزوا مستشفى فبالتأكيد هناك يعني تعاون وتنظيم منسق بين كافة الإجراءات خلينا نحكي عن الأمور اللوجستية بما يخص المستودعات الطبية الأدوية العلاجات هاي تحتاج إلى طرق رزم خاصة تحتاج إلى يعني كشفات بالأدوية بالمعدات خلينا نحكي عن الأمور التزويدية الأخرى بما يخص الكهرباء نفترض أن نروح على مناطق مرات معدومة فيها الكهرباء لا يوجد فيها مياه فهذا الحكي نحن لازم أن نأخذ بعين الاعتبار من أجل تزويد يعني المستشفى بكل المستلزمات الضرورية عدا عن الطاقم الطبي والفريق الطبي والعدد والعمليات وللهذا برضو إحنا أمور لوجستية مهمة تحتاج مننا إلى وقت إلى تنظيم إلى ترتيب إلى تخزين إلى رزم إلى نقل بأكثر من مكان من أجل يعني التأكد على حفظها إنها ما تتعرض أيضا لظروف جوية طريقة تخزينها كمان بالتأكيد ظروف التخزين يجب أن تكون آمنة وسليمة وما تتعرض يعني لأي ظروف جوية خصوصا إحنا عندما يعني يتم نقل المستشفيات برا يعني قد تتأخر القافلة لسبب أو لآخر فإحنا يجب دائما وأبدا أن نؤكد على أن المستشفى وحدة واحدة الأمور اللوجستية بالإضافة للأمور الخدماتية الأخرى تكون ضمن الحقيقة يتطلب جهد وأوقات وأيام وساعات عمل شاقة نحن نشكر كل الجهود المبذولة وحقيقة هي متعددة الأطراف فألهم كل الشكر والتقدير والاحترام يعني كم نحن فخورون بقواتنا المسلحة الأردنية إن شاما إحنا لما نشاهد أبنائنا وهم موجودين تحت القصف لكن مصررين إنهم يقدموا الخدمة سنتحدث باشا عن موضوع خبراتنا الأردنية اللي أنتو بترسلوها للمستشفيات لكن اسمح لنا والمشاهدين أن نتوقف عند هذا التقرير الذي يتحدث عن دور المستشفيات الميدانية الأردنية العسكرية الموجودة في قطاع غزة تستمر الجهود الأردنية لدعم أهالي قطاع غزة عبر مساعدات إغاثية ومستلزمات وكوادر طبية بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية وعمليات إنزال جوية لمساعدات إغاثية عاجلة كل هذه الجهود تأتي بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني الذي لم يتوانى عن تقديمه ومديد العون للأشقاء في فلسطين تضميد الجراح هو أكثر ما يمكن أن يصل للأهل في غزة وظفة الغربية وهو ما حرص عليه الأردن بقيادة جلالة الملك عملا لا قولا بضرورة أن يكون الأردن في الشارع بغزة وفي الظفة الغربية من خلال المساعدات الطبية والصحية والإغاثية وكذلك من خلال المستشفيات الميدانية العسكرية الأردنية في غزة وظفة الغربية والبالغ عددها خمسة مستشفيات يميزها أنها تعمل جميعها بكوادر نشام الخدمات الطبية الملكية ولمزيد من الدعم والمساندة كان سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حاضرا في مطار العريش بمرافقة طائرة عسكرية على متنها طواقم أردنية طبية لتشغل المستشفى الميداني الأردنية 2 في غزة القوات المسلحة الأردنية أكدت أنها مستمرة بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة تخفيفا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع وتأتي هذه الخطوات تنفيذا للتوجيهات الملكية في زيادة قدرة الكوادر الطبية ولتعزيز وتطوير إمكانية المستشفيات بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية ويبقى الأردن الأقرب والمناصر للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني كل مكان وزمان لبرنامج بيت للكل شادي الشخامبة التلفزيون الأردني هذا التقرير يعني مفخرة لنا جميعا باشا وهنا سأدخل على موضوع أبنائنا الأردنيين أطبائنا من نشام القوات المسلحة والنشميات أيضا يمتلكون الكثير من الخبر عندما نتحدث عن الخدمات الطبية الملكية الأردنية نحن نتحدث عن الأكفاء الأكفاء من الأطباء خلينا نتحدث شوي عن طاقمنا الطب المتواجد هناك التخصصات المتواجدة كيف تتابعون أحوالهم أيضا حتى في إحدى التقارير اللي شاهدناها أثناء القصف كان هناك مواطن غزاوي مصاب في العظام يعني أجرى له طبيب أردن من القوات من الخدمات الطبية الملكية قال المواطن بأنها عملية لو تمت في إحدى الدول الغربية لم تتم بهذه الدقة كم نحن فخورون بذلك فباشا نتحدث عن هذا الموضوع إن تكرمت أود أن أؤكد أن القوى البشرية بمعنى الأطباء التمريض المهنة الطبية المساندة ليتم اختيارهم للعمل وخصوصا في ظروف صعبة وفي ظروف حرب هؤلاء بالعادة يكونوا أصحاب خبرة عالية جدا كفاءات مدربة ومؤهلة وسبق أنهم شاركوا في مهمات خارج الأردن سواء بالدول العربية أو مع قوات حفظ السلام في خارج الأردن حقيقة الكفاءات ذات عالي جهد مضنية ومستواهم فوق الطبيعي وهم يعني يشتغلوا بجدارة وبهمة ونشامة ويرفعوا الرأس ودائما أبدا هم مثار فخر واعتزاز وأود أن أؤكد معلومة أخرى خصوصا فيما يتعلق الأمر بالضفة وقطاع غزة الأغلب يعني يخرجوا للمهمة برغبتهم الخاصة ويعني يؤدوا كل جهد حقيقة من أجل تخفيف المعنى يعني أداءهم فوق الرأع الجهود اللي بذلوها خلال الفترة الماضية أجروا العديد العديد من العمليات الكبرى عدا عن العمليات الصغرى وعندما نحكي عن العمليات الكبرى هي العمليات اللي تحتاج إلى تقدير عام تحتاج إلى أربع خمس ساعات عمل تقريبا من الطبيب والكادر المرافق معه الاختصاصات حقيقة هي اختصاص نوعية بمعنى أخصائي جراحة عامة أخصائي جراحة عصاب ودماغ أخصائي مثلا شريين وعدموية أخصائيين عظام أخصائيين جراحة تجميل والترميم أخصائيين جراحة مسارك بولية حتى عمليات الترميم والتجميل نرسلهم نعم خصوصا نحن مرضى الحروق ولما يتعرضوا له من التشوهات فهم بالمستقبل يعني بعد فترة معينة يحتاجوا إلى عدد تأهيل وترميم فالكادر أيضا يضم جراحين تجميل خبراء وأصحاب كفاءة عالية وحقيقة يعني أجروا العديد العديد من العمليات المستشفى يضم بالإضافة إلى الكادر الجراحي اللي يتعامل مع إصابات الحوادث والحروب برضو هناك أخصائيين باطنية أخصائيين أطفال أخصائيين نسائي توليد أخصائيين طوارئ هذا كله طاقم طبي يعني تم إضافته للمستشفى عدا عن الفريق الجراحي حقيقة الإشي المميز الوحيد يعني مستشفى خان يونس أنه تم إرفاد وحدة العناية بالخداج وهاي سابقة يعني بجيوش العالم كله يعني ما سابق أنه تم إرسال وحدة خداج خداج كاملة متكاملة بطاقمها خصائيين نسائي التوليد خصائي أطفال خداج بالإضافة إلى تمريض مهتمين ومختصين فقط في التعامل مع الخداج وهذه كلها طواقم أردنية طواقم أردنية من الجيش العربي من نشام الخدمات الطبية الملكية ووحدة الخداج تضم واحد واربعين حاظنة مهاردو هضع يعني عدد السر كبير جدا ويحتاج إلى أجهزة نوعية لمعلوم أن الطفل الخداج هو الطفل تقريبا اللي يولد قبل موعد الولاد الحقيقي بثلاث أسابيع فذول بحتاج إلى يعني عناية خاصة من ناحية التنفس من ناحية الفحصات من ناحية يعني أجهزة العناية الحتيثة فالفريق اللي رافق سمو الأمير ولي العهد يعني فريق متدرب فريق كفو ويعني حقيقة هاي بادرة من جلال سيدنا وبإشراف مباشر من سمو ولي العهد لأنه يعني الجميع لاحظ المعاناة اللي يعانوها الأطفال في غزة طبعا وتقريبا أغلب المستشفيات خرجت على العمل وكان يعني أغلب القلق عند الناس أنه الأطفال الخداج بالذات نعم كيف كانوا يعانوا وكانوا يفقدوا الحياة لعدم توفر وسائل الدعم الطبي للحفاظ على حياتهم فليها السبب يعني إيجا يعني حقيقة المبادرة من جلال سيدنا والتوجيه بأن يضم المستشفى الميدان الأردني وحدة خداج متكاملة وهذا حقيقي نعتز ونفتخر طبعا وجهودهم مشكورة ومباركة نعم سيد الكريم نتحدث عن البعد المعنوي وجلالة سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني يعني مهتم جدا في هذا البعد أن يكون لدى قواتنا المسلحة جنودنا أبنائنا وأطبائنا الموجودين في غزة المعنوية تكون عالية ولذلك كان هناك بتوجيهات كل هذا الجهد كان بإشراف وتوجيهات من جلالة الملك وبالمقابل في عمليات الإسناد شاهدنا سمو ولي العهد هو بنفسه كان علامة طائرة الإسناد سمو الأميرة سلمة كذلك كانت على طائرة الإسناد العسكري وفي عمليات الإنزال كم هذا البعد المعنوي يعني يعزز المعنويات القوية عند أبنائنا الموجودين في غزة ماذا يعني لكم لا شك يعني توجيهات جلالة سيدنا وإشراف سمو ولي العهد على الطاقم الطبي اللي يخرج الأهل في غزة أكيد هذا برفع من معنويات جنودنا ونشامانا وإلو يعني بالغ الأثر في نفوسهم لذلك دائما وأبدا هم يعطوا بشجاعة وبرجولة وبشهامة وهي يعني حقيقة شهامة ورجولة الأردنيين معروفين مرؤوتهم وشهامتهم ودائما وأبدا يعطوا من دون منية ومن دون أي أمور يعني علامية أو شعبوية فهذا عهدنا يعني بالأردنيين حيثما كانوا لا شك الجميع يعلم بأنه مستشفى تل الهوى قسم من زمالانا يعني تعرضوا إلى إصابات شضايا يعني ما حدا يعني يعرف قديش المعنوية اللي كانوا فيها يعني كنا على اتصال معهم كنا على أساس نشد من أزرهم لكن والله إحنا كنا نأخذ منهم المعنوية للأمانة هذا هو جيشنا هذا هو جيشنا نطمنونا وقالوا إحنا بخير وسلام هاي زملائنا يهتموا فينا ويعتنوا فينا وإحنا بمعنى آخر يعني لحين ما تستتب الأمور تخلونا لأنه إحنا يعني قلنا راح نخليكم للأردن على أساس نطمن عليكم نكمل إجراءات العلاج إلا أن أبو قالوا إحنا تحت نظر زملائنا وأدوا الواجب رفضوا رفضوا بالبداية نعم لكن يعني بتوجهات ملكية سامية أنه يجب أنه يخلو إلى الأردن استقبلناهم يعني استقبال الأبطال كيف كانت المعنويات والله يعني حقيقة يعني وهذا حكي ما أبالغ فيه جميعهم تكلموا أنه لو الآن طلب مننا العودة إلى غزة سنعود ومعنوية أعلى وعطاء يعني غير مستمل فاجأونا يعني بكمية الحجم المعنوية العالية اللي كان يمتلكوها حقيقة فهم رجال ونشامة وهم ذخروا سند بالملمات وبالشدائد وهم يعني أمل جلالة سيدنا نعم وأكيد يعني كل الأمل كل يعني حقيقة نذخرهم للملمات الصعبة فهم يعني أهل هذه الملمات وأهل للشدائد أكيد أكيد وهذا عهدنا يعني بالأردنيين نعم فأجلات سيدنا يعني عندما يتم سناد أي مهمة للخدمات الطبية أو للجيش العربي بشكل عام نعم دائما يعني يكون عنده أمل كبير جدا أنه رح يبيضوا الوجه وبالفعل هم بيض وجه ويعني يرفعوا رأس الأردن دائما وأبدا من شخص هذا عهدنا يعني بالأردنيين أصحاب معدن طيب ويعني يتميزوا بالمرؤة والشهامة وفما بالك يعني ذا الأمر كان يتعلق بالأهل والأشقاء توأم الروح ويعني فلسطين يعني بالمجمل هي العنوان وهي الجهة طبعا وهي المقصد فالجميع يذهب بمعلويات عالية ويؤدوا يعني برجوله وشهامة فالله يعطيهم العافية الله يعطيهم العافية وإحنا فخورين فيهم أينما ذهبوا ولا خوف على جيش باشا في مقدماته ملك الله يعطيهم الصحة والعافية نشامانا نشام القوات المسلحة الخبرات الموجودة في خدماتنا الطبية الملكية الأردنية لمنباهي فيها العالم أجمع أينما ذهبوا هذا هو الأردن وهذا هو موقفنا الإنساني العروبي ولذلك جاء تسمية الجيش بالجيش العربي كل شكر باشا لحضورك معنا في برنامج بيتلي الكل وحضرتك العميد الطبيب عصر الهروط مدير الإسناد أيضا الطبي في الخدمات الطبية الملكية والمشرف أيضا على مستشفياتنا هناك أهلا ومرحبا بك باشا شكرا لبرنامج كنت طيب وتحياتنا الجميل شكرا شكرا